بعد ان شاهدنا احتجاجات راجلة واخرى لمعتصمين جالسين وصلنا الى تظاهرات الشاحنات ومركبات الحمل الكبيرة والتي يحتج اصحابها بعد توقوف عملها في مخازن مواد البناء بسبب الاجراءات الامنية هس هاي المنطقة شوف المربع كم سيطرة بي سبع سيطرات اش دعوة سبع سيطرات شوف هاي وحدة هاي وحدة هاي وحدة هو نص كيلو مخليلي سبع سيطرات ليش شن المعنى ته زين احنا لا تقول مثلا منطقة ارهاب احنا منطقة امنة وكنا احنا سنا من المنطقة شرطة تحادية ما لمعلاقة زين غيروا اللواء ما هو السبب ما سوق الوحيلات زين احنا احنا نفجرنا لوريات راحت يو العمال هاي بايت هنا بالسيكلات تروح وغوط المحافظات بايت هنا تشطع الجسر تيجي لسه طرح يرجعك المشكلة ليست في شاحنات واصحابها فقط فهناك العشرات من العمال الذين يعتمدون في عملهم على الشاحنات وما تنقله من مواد بناء قطعت ارزاقهم وتوقفوا عن العمل لاكثر من يومين من سبب الخطة الامنية الجديدة في مدينة الصادرة قطعوا ورزقنا احنا هنا نشتغل الكروة بعشر تالاف نطب الحيطار وممنوع الحمل زين احنا كل شي ما نريد كل شي ما نريد انه بس يفتحون لنا السيطرة كانت قبل ماكو 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 يعني السيطرة عادة نفوت بيه يعني انا نسقى على السيارة حتى ارزاق انقطع والله وكيلك يعني ما يسره والله وكيلك ما يسره العائلة منتظرتنا جيبا شغل نحمل الطنبل فيه ونفرغة بالفير شين ذلك الناساء اليوم الخامس ما مشتغلين احنا منتظرتنا حوائل وراء نسوان وجعل ونطوجه هنا بل ومن المتضررين بهذه الخطة هي منطقة حيطارق او كما تعرف بحي التنك والتي ناشدت قهالة عمليات بغداد للتدخل الفوري والعاجل لمعالجة هذه المشكلة الاجراءات الامنية الجديدة تتسبب بقطع ارزاق العشرات من الكسبة العاملين في مخازن ومعامل بيع مواد البناء فلو عمدت عمليات بغداد لتغيير جزء من خطتها الامنية لما وصل الحال لقطع طريق عام من قبل الكسبة ذاتهم من منطقة الصدر في بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر